ظاهرة! ظاهرة تحتاج الى دراسة وهي ظاهرة عقلية المشجع الزمالكاوي واتمنى انك تسمع الفيديو للاخر عشان تفهم كويس انا اصدب الفيديو ده اول حاجة في دراستنا عن عقلية المشجع الزمالكاوي هو ان اه الاهل لازم يرجع السعد اوكي؟ لكن شكباله لما خد الاهل لأ معادي هو رجعه مين اللي قال ان هو رجعه؟ واحد كما عادي في الشارع شاف هو بيرجع المقدم بتاع الفلوس وهقل لنا بس طيب اه في جانب اخر من الكوكب ليه ابو تريكا بتاع اللقطة؟ ابو تريكا اللي بتاع اللقطة انا مش شكبال لا ابو تريكا بتاع اللقطة ليه؟ ها؟ ما عملش زي ما عمل مع اريكسن عمل مع احمد رفعت هنا بقى نحتاج نقف الفكر طب بالوقتي هل بيني شبرت بتنخل الدور المصري؟ اللي جابه نو طب هل كان هو بيعيعيع مسلا ساعتها كان هو قاعد في استوديو؟ اللي جابه نو هل هو كان بينيقل المبارأ؟ اللي جابه نو طب ليه يعني مساحب مش فهم؟ هو ما كانش موجود ساعت ايه؟ يعني ما كانش قاعد في استوديو اصلا ساعتها وما بيحللوش هم في بنسبورت الحزن المغلي اللي احنا فيه منطقيا وبدي هاي اوكي؟ نيجي الجزئية اخرى ده جزئية اخرى مش اخرى لا جزئية اخرى لا جزئية اخرى ايوه حبيبي عشان الاهلي بيلعب في توليابتال افريقيا بيلعب فيه بطولات ايه الاهلي ما بيلعبش فيها الاهلي بيلعب في كل البطولات تقريبا انت بتلعب في ايه؟ الدوري كنفدرالية وبرك الله في مرازة النعمة والستر والسيحة بس شكرا الموضوع انته فشيء استحق الدراسة سمعت كل اللي انا بقوله ده؟ كل اللي انا بقوله ده بقوله عشان انت تشوف الفيديو ليه بقى؟ دي الدراسة الحقيقية طبعا اخوتي زي ما الكبال اللي زي علوا مني اقولك لا اتمنى تكون بتسمع الفيديو للاخر عشان تفهم ان انا مش اصدب الفيديو ده اي اهانة لأي حد وانا اصدب الفيديو ده انا اوصل لك معلومة ان المشاهدات والفيوز لازم تكون استفزاز للمنافس او استفزاز للخصم او انك تكون طالع تستفز الناس او انك تكون انسان مستفز المشاهدات في مجال كرة القدم اما ان جمهور فريق بيهاجمك والجمهور التاني بيسقفلك اما الجمهورين بيهاجموك اما اما مش هتشوف أصلا بس فانا عملت الفيديو ده عشان اثبتلك انت هتشوفني دلوقتي لان عنوان الفيديو والكلام اللي انا قلته في اول الفيديو استفزازي فانا استفزيتك فبالتالي الاغلب هيشوف عشان الاغلب يهاجم عشان الناس تجي تهاجم فلما الناس تجي تهاجم فاحنا نتشاف فهمت حاجة طبعاً كل الحب لإخوتي زمالكوية أتمنى تكونوا فهمت وجهة النظر وفهمت ونقصوا دي بالفيديو ده السلام عليكم